من جديد يدق ناقص الخطر في الريف حلب الشمالي مهددا بسقوط طريق الإمداد إلى المدينة والذي يتنافس في الوصول إليه تنظيم الدولة والوحدات الكردية من خلال سعي الطرفين إلى السيطرة على مدينة عزاز ومعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا فغدات الهزائم المتتالية لتنظيم الدولة أمام قوات النظام في محيط مطار كويرس وأمام ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة بطائرات التحالف في منطقة سد تشرين باغتت تنظيم الثوار بهجوم على مواقعهم في ريف حلب الشمالي واستعاد السيطرة على قرى غزل وقرى كوبري ودوديان قرب الحدود التركية وليس عجيبا أن يتزامن هجوم التنظيم وتقدمه شرق مدينة عزاز مع هجوم قوات الحماية الكردية يابي جي وفصيل جيش الثوار غرب المدينة ليسيطرها على قرى المالكية وشوارغة بمساندة من الطيران الروسي بالرغم من اتفاق سابق على وقف اطلاق النار مع ظرفة عمليات مارع واستتقدم الطرفين غدا ثوار ريف حلب الشمالي بين فكي كماشة بعد استغلال التنظيم والوحدات الكردية انشغالهم في معارك الريف الجنوبي أمام النظام وميليشياته ربما لا يخفى على متابع أن التقدم الأخير كان نتيجة المساندة الروسية التي جاءت على شكل غارات جوية استهدفت الثوار في نقاط التماس مع التنظيم والوحدات الكردية لتكون تمهيدا لتقدم الأخيرين يأتي تبدل خريطة السيطرة في الريف الشمالي في ظل ترجح ناشطين لروايات منقولة عن شهود عيان حول هبوط مروحيات للنظام وروسيا تحمل معدات عسكرية وعددا من الضباط الروس وربما تأتي في سياق التوتر السياسي بين تركيا وروسيا وإن صحت الروايات الأخيرة فإنها ستضع الثوار في وضع حرج ميدانيا مع توقع يفيد بتدخل الجار التركي ليمنع الساعين الحكم الذاتي من إتمام مخططهم ترجمة نانسي قنقر